يتفاخر هذا الصياد بتصويب رصاصاته نحو هذا الطائر دون علم منه بحجم ما خلفه من أثر سلبي على البيئة لا نستغرب هذا المنظر الذي حول سماء الكويت إلى مقبرة للطيور المهاجرة بعد أن لاحظ المراقبون اختفاء أسراب من الطيور دخلت أجواء الكويت ولم تخرج منها ومع وجود القانون الرادع لمثل هذا التصرف إلا أن آلية التفعيل قد تحتاج إلى مزيد من الرقابة والرصد للإطاحة بالصيادين المخالفين لللوائح الاستنزاف اللي حاصل خلال خمس سنوات اللي فاتت من بعد ظهور برامج السوشال ميديا والعياذة بالله قاعدة نشوف أشياء صراحة أن يندلها الجبين وأن الواحد يتضايق منها في قتل أنواع الطيور سواء منها المهاجرة أو المستوطنة طبعا هالطيور هذي في بعض الطيور ربك خالقها لكي تقضي على الآفات الزراعية وهذا لمستناهم من بعض أخواننا في المزارع يتشكون من زيادة الآفات أو الحشرات التي تأكل محصولات الزراعية الصيادون أو القوانيص في الكويت عادة ما يصطادون الطيور بكميات كبيرة ومعظمها لا يؤكل بل يصطادونها فقط بداع التفاخر وحب الهواية مدير العامة للهيئة العامة للبيئة فعل القانون اللي موجود عندهم اللي صادر من 2014 ما حد قبل فعله فعلى الآن في تقليض العقوبات على الصيادين أو على المخربين بحيث أنه يتم فرض عليهم سجن أعتقد من سنة إلى السنوات على حسب الصيد إضافة إلى غرامات مالية هذا إن شاء الله راح يحد في المستقبل أو في الفترة الجاية اللي فترة موجود من العبور من هذا الصيد الجائر وقسم الله نحن نجي بعض المواقع نلقى مئات الطيور اللي ما تؤكل أصلا ما تؤكل ونحذو حاذفينها ولا قربوها بس الصيدين هم جمعينها عشان التصوير يعني مستحيل أنها تم تجميعها مثلا برمية أو لا صادرها من كل مكان وجمعها عشان يتفاخر أني أنا صدت مثلا من العدد من الواحد إلى أربعمية إلى خمسمية الصيد الجائر ليس حكرا على الطيور فالحيوانات البرية أيضا تعاني من الظاهرة التي طالت ما خلف أسوال المحميات الطبيعية من مختلف أنواع الحيوانات والتي ظنت أنها ملاذا آمنا لهذه الحيوانات فمعظمها بات معرضا للانقراض بسبب ذلك التصرف البيئة في الكويت تواجه الخطر فلو استمر الحال على ما هو عليه لن تجد في المستقبل حيوانا أو طائرا يعيش فيها حاليا في بعض المحميات ما راح حدل وين جهزنا لها الأشجار وجهزنا لها حتى السبيل فكرة السبيل سبيل للطيور وبعض البحيرات فللأسف انتفاجأ أنهم قاعدين لها بر المحميات فيا أخوان نتمنىه طلبة أنكم تساعدون وتكونوا لنا عوان ولا تكونوا هدم للمشاريع الحيوية هذه اللي راح بادين فيها من الواجب عند العرب إكرام الضيوف لكن ضيوف الكويت من الطيور المهاجرة على مذبح الصيادين خالد الفارس الرأي ترجمة نانسي قنقر